بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد الرئيس دولة الرئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء السادة الديوف انا شريف جابري رئيس مجموعة بوليسيرف الاسمدة والكيمويات احب اقدم لحضورتكم مشروعنا مع ابدأ هو مشروع اضاء استصنيع مكونات الاعلاف ده بي عبارة عن كوننا شركة ابدأ للصناعات الكيموية لانتاج احادي فوسفات الكالسيوم وصناعي فوسفات الكالسيوم وذلك بمدينة جامسة الصناعية في محافظة الدأهلية على مساحة حوالي 45000 متر والمشروع ده مبني اساسا على مكونات مصرية 100% من حمض الفوسفوريك اللي هو بينتج من الفوسفات المصري وكربونات الكالسيوم اللي هي موجودة في مصر بوفرة كبيرة المشروع ده حوالي حينتج حوالي مئة وخمسين الف طن على ثلاث مراحل استثماراته حاليا حوالي حوالي مليار جنيه مصري الفاتورة الاسترادية سبعين مليون درار حاليا الاستراد حاليا من خارج سبعين الف طن فده طبعا تماما حيقفل الفاتورة الاسترادية وحيتيح فرصة كمان للتصدير طبعا لان طبعا الخامات موجودة في مصر وبالتالي بيدي قوة نفسية جدا للمنتج المصري ده اللي احنا عوزينه المكون المحلي يبقى أعلى ما يمكن في الصناعة المصرية المشروع حيقام زي ما قلت حاليا في محافظة ده أهلية وحيدي فرص عمل في البداية لمتين فرصة عمل لأبناء محافظتين ده أهلية والدميات وده طبعا حقيقة أنا بشكر جدا مبادرة ابدأ لانها مدية قوية جدا للصناعة المصرية واحنا شفناها في المشروع ده بالذات ازاي المشروع مشي بسرعة احنا متوقع ان شاء الله ان نبدأ انتاج في الربع الاول من الفين اربعة وعشرين بإذن الله تعالى وده بكورة مشاريعنا الكيموائية مع ابدأ شاكة ابدأ الصناعات الكيموائية بدك حابة بس اقول برضو النتيجة الاجتماع مع عسياتك يوم 18 نوفمبر الماضي بالنسبة للمشروع الصوداء اش هذا المشروع الكبير تم اجتماع تاني يوم في مجموعة ما بين ابدأ والشركة القبضة البترو كمواد طبع لوزات البترول ومجموعة من المستثمرين المصريين وتم بدء فعلا اجراءات انشاء شركة الصوداء اش اللي هي هتنتج حوالي 500 الف طن سنويا بفاتورة استرادية حوالي 200 مليون دولار وده ان شاء الله بدأنا دراسة الجدوى فعلا عن طريق شركة عالمية ومتوقعا خلص دراسة الجدوى خلال 3-4 تشهر الجاين باذن الله وفي رغبة كبيرة جدا من مستثمرين خارج مصر الستثمار في هذا المشروع